وطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس ونجلس الوزراء حاكم دبي رعوه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب للمرحلة القادمة من خلال مشاريع مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وطلع سموهما على ركائز الإطار العام لتوجهات عمل المؤسسة الاتحادية للشباب والقائمة بشكل رئيسي على الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينه في مختلف المجالات وتطوير مبادرات ومشاريع مع الشباب في شتى الميادين ووضع لبنات مأسسة العمل الشبابي على المستوى الاتحادي في الدولة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اطلعنا وأخي الشيخ محمد بن زايد على النموذج الإماراتي للعمل مع الشباب والذي يمهد لمأسسة عمل قطاع الشباب في الدولة باعتبارهم أغلى موارد الوطن وأعلنا مرحلة جديدة لمواصلة تنمية قطاع الشباب لتكون دولتنا مرجعا عالميا في العمل الشبابي الشامل وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان أن شباب الإمارات هم رهان المستقبل ووقود التنمية وصناع الأمل وهم على رأس أولويات واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدان هيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقال سموه إن دولة الإمارات مستمرة في جهودها لبناء أفضل نموذج عمل شبابي قائم على الاستثمار في الإنسان فهو ثروتنا الحقيقية كما علمنا الوالد المؤسس الشيخ زايد وننتظر من شبابنا الكثير من الإنجازات فهم مصدر الإبداع والرياضة شكرا